بعد أيام من تشجيل حصيلة قياسية لعداد الوفايات ببلوغها 107 حالات وفاة بكورونا خلال 24 ساعة وإعلان تونس أن حصيلة الوفايات الأعلى إلى جانب عداد حالات الإصابة منذ ظهور الجائحة بالبلاد كشفت وزارة الصحة التونسية على رأس سلالة جديدة لفيروس كورونا وزير الصحة التونسية أكد أن الأمر لا يتعلق لا بالسلالة البرازيلية ولا الجنوب الفريقية ولا البريطانية وأن عملية التقطيع الجيني بصدد التثبت حاليا من سلالة لم يتم من الآن اكتشاف مصدرها ويأتي الإعلان عن رصد سلالة جديدة لفيروس كورونا في وقت تدرس فيه لجنة العلمية مقترحات لعرضها على الحكومة ومن بينها مقترح غلق الحدود خيشة تفشي السلالة البرازيلية والجنوب الفريقية من فيروس كورونا إلى جانب بلوغ طاقة أقسام الإنعاش بالعديد من المستشفيات طاقتها القصوى مع التفشي السريع للسلالة البريطانية من كورونا وكانت السلطات الصحية التونسية قد عانت السبت الماضي عن جملة من الإجراءات الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا والتحكم في الوضع الوبائي الذي وصفته بالخطير وضع قررت مع السلطات التونسية تعليق الدروس في المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد مع اعتماد التعليم عن بعد في التعليم العالي وذلك إلى الثلاثين من أبريل كما تقرر منع جولان السيارات الخاصة والدراجات النارية من الساعة السابعة مساء إلى الخامسة صباحا وإغلاق جميع المحلات التي لا تلتزم بالبروتوكول الصحي وبتوقيت حظر الجولان الذي سيستمر تطبيقه من الساعة العاشرة ليلا إلى الخامسة صباحا شكرا